السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان يومي بيقف وحياتي كده ما بتبقاش مظبوطة ونفسيا انا ما بكونش مستريحة فبختار اكتر ان انا اعزل كده عن الاخرين يعني بس للاسف بقى مامتي عندها مشكلة يعني ما عندهاش وقت نهاردة ان هي كانت تعمل لكم فيديو وتنزله وانا كنت عاملة الفيديو ده من فترة وكان موجود عندي على الموبايل فقلت خلاص بقى انا همنتجه وهنزله لحضراتكم عقبال بقى ماما ان شاء الله ما تنزلوكم كده في جهتها الجميلة الحلوة يارب اديها يارب الصحة كده وطلط العمر النهاردة بقى روتيني خفيف كده كان عندي موعين بقى في الحود والدنيا كانت مقلوبة عندي في المطبخ فقررت ان انا هنضف المطبخ كده معاكم وهنعمل النهاردة فراخ محشية فريق ومعاها ملوخية فهنشوف النهاردة يومني هيبقى ماشي ازاي هنا بقى زي ما انتم شايفين كده هو انا وقفة على الحود عايز اقولكم ان الحاجات اللي انا بكرهها جدا غسل الموعين ما بحبهاش بس طبعا شار اللي لابد منه انا اصلا عندي غسلت الطباق بس يعني هي عملية مش اقولكم ان هي ما هيش عملية بس للأسف مش بتخسل كل حاجة دي رقم واحد دي رقم اتنين لو مش عندك المسحوق بتاعها او مش عندك الملح الخاص بيها او الزيت بتاعها فيعني انا عن نفسي اخاف ان انا اشغالها لو نقصها حاجة عشان ما تبص تمام؟ فهنا بحاول انجز بقى واخلص الموعين على قد مقدر وزي ما انتم شايفين حبيب قلبي يعني عايز اقولكم الفيديو ده كمان كان مدته حوالي ساعة ونص وانا يعني مسرعي جي حوالي عشرة في المية تخيلوا بقى عشان انجز كده معاكم بسرعة وكن يعني ضيفة خفيفة على قلوبكم يا رب اللهم امين كنت عايزة اكلمكم في موضوع كده يعني عايزة اقول لكم ايه اقول لكم ان الدنيا مش مستهلة اقول لكم ان الحياة بكل ما فيها كده من صراعات تحسيها ملهاش ايمة ملهاش طعم ملهاش معنى سبحان الله لما الواحد كده بيقعد مع نفسه كده ويكلم نفسه ويقول يعني ايه اخرت ان احنا بنعافر مع بعض وبنشيل في قلوبنا من بعض وطول الوقت ميتبعين بعض وعنينا في رزق بعض ايه هيعود علينا بايه يعني ما هو في الاخر اخرت حياتنا ايه كفا وقبر اه طبعا مش حابة ديكم طاقة سلبية بس احابة عارفكم ان الدنيا مش مستهلة اي حاجة خالص مش مستهلة القراهية مش مهتاء مش مستهلة ان انت تبص في رزق غيرك مش مستهلة ان انت تركز مع سعادة غيرك اه لان الايام علمتنا او علمتني انا بالاخص اه ان ما فيش حد سعيد 100% ما فيش حد عنده كل حاجة 100% يهيألك لمجرد نظرتك للاخرين وهم مبتسمين وفرحانين ان حياتهم خالية من الحزن او او كل متعة الدنيا عندهم وده مش حقيقي الايام اكدتلي ان ما فيش حد عنده كل حاجة كل واحد عنده حاجة بتنقص علي حياته سواء كان بمرض او احتياج او او حزن او ازى من اي نوع بدون الدخول في تفاصيل كل واحد جوا نفسه فيه ازى وحزن بس كل واحد حزنه بيختلف عن التاني وكل واحد احتاجته بتختلف عن التاني فلو كل واحد يعرف ان الدنيا مش مستهلة ان احنا نكره بعض او نشيل في انفسنا اي حاجة صدقوني حياتنا تبقى افضل بكتير مش ابقى فيه حاجة اسمها زعل ولا فلان متدائم من فلان ولا فلان حقد على فلان ولا فلان نفسه شيلة من حد لا الحياة تبقى جميلة كده وصفية وهنقابل بعض بابتسامة نقية مش ابتسامة كده يعني فيها نوع من التمثيل فربنا يعافينا وعافيكم اللهم ربي ارحم الاموات يا رب العالمين دعائي بقى يعني انا بتمنى كده من رب العالمين ان حياتنا يعني يومنا كله نبتدي بدعاء للاموات اللهم ربي ارحم اموات امة محمد اجمعين وارحم ابي وستي وعمامي وعماتي من الاموات منهم والاحياء وحتة بقى الرحمة دي فقا انا عايز اكلمكم فيها لان انا لي يا جارة اللهم بارك تبارك الرحمن بسم الله من شاء الله على قدر عالي جدا من الامان فاقول لها ادعي للاموات ادعي لهم ربنا يرحموا فتقولي لا سبحان الله انت بتسمي الميت تقولي علي ايه المرحوم لان هو يعني النال لقب وشرف الرحمة احنا اللي محتاجينها بقى يعني هو عنده الرحمة دي احنا اللي مش مرحومين الاحياء هما لنقصهم الرحمة فندعو رب العالمين ان يرحم الاموات مننا والاحياء اللهم امين يا رب العالمين هنا بقى انا بخسر الفريك عايز اقولك ان لو انت بتحب ان انت تعملي فراخ محشية فريك او حمام انصحك ان انت ما تجيبش الفريك اللي عنده العطار لأ خالص هاتي الفريك المغلف ومش اي فريك مغلف لأ فريك الضحى من اجمل المغلفات سواء كان في البقول الحبوب الحاجات دي اللي هو الضحى رقم وان يعني رقم وان فعلا يعني لان انا قبل كده انا بطبعي كنت فاكرة اني كل المغلف حلو ونقي وجميل ومش عارف ايه فمرة اشتريت فريك كان مغلف وجبته وعينك بقى ما تدقل للنور كل ما يكل حتة ألاقي تاك 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 تحت سنيني توب بقى زلط ما تفهميش فمش اي حاجة مغلفة تبقى حلو هو فعلا الضحى من افضل المركات في البقول يعني فمشاء الله تبارك الرحمن والملوخية بقى يعني نصحتي ديكي اما تيجي تخسليها ما تخسليهاش في مصفة ده اخسليها في طبق وخلي الشوائب والأتربة اللي جوه الملوخية تنزل في أعر الطبق تبقي شايفاها وتشيلي الملوخية من وش الطبق وحتشاف طبق تاني وفضالي اعملي الموضوع ده أكتر من مرة لحد ما تلاقي المياه بقت نقية وصفية جدا لان الخضرة الورقية سواء كان ملوخية أو سبانخ أو أي حاجة ورقية بتحتفظ بالأتربة فحاولي ان انت يبقى عندك طبقين بلاستيك أو مصفة وطبق تعبي من هنا تحط هنا تعبي من هنا تحط هنا وتشطفي أكتر من مرة لحد ما يبقى الحاجة عندك صفية نقية بالنسبة بقى لغسيل الفريخ أنا بغسلها بالملح والدقيق يعني الحتة دي مش موجودة اتحذفت مني بس أنا أصلا بغسل الفريخ بالملح والدقيق مفيش ملح مفيش مشكلة بغسلها بالدقيق إنما اللي فيه بقى مشكلة هو اللمون لو ما عنديش لمون في غسيل الطيور بدايق جدا وبتعكمن بحيث ان الحاجة مهمة غسلتها تفضل زفرة فالأساس عندي اللمون لازم بعد ما يكون غسل الفريخ جويس جدا جدا أجيب نص لمونة وأم فرقها كده في الفريخ من لحمها من الداخل ومن الخارج بحيث ان أي زفرة بتنزل فيها يعني بتنزل منها فتبقى طعمها مسكر وجميل وحاجة كمان تخلي الفريخ بتاعتك مسكرة وجميلة إيه؟ إنك تبهاريها وهي ناية يعني تفرق فيها البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها الفلفل الأسود واللي حبهانا المطحون وورق اللورة المطحونة بهاراتك فرقيها في الطيور تمام وهي ناية قبل ما تحطشها في الحلة وبصلايا برضو وفرقيها من الداخل وتحت الجلد ومن فوق بتخلي كده الطيور كده تبقى مسكرة ولزيزة وتعمة بصراحة يعني تبقى حلوة جدا 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 هنا بقى بسوي الفريخ بتاعي نص تسوية ليه؟ علشان أنا لو سويته تسوية كاملة حشيت بي الفريخ بتاعتي هتبقى معجنة فلا سوي نص تسوية وخضي بالمعلقة على القد وانتي بتحشي الفريخ ليه علشان لو بقت اي حاجة من حشوت الفريخ في الطبق ما تبقاش مزفرة لانك هترجعيها تاني في الحلة وهتكمل سواها لان اكيد يعني مشان نرميها تمام؟ أنا بجيب كيس فريخ الضحى بيكون حوالي 450 جرام او 400 جرام بيكفي حشوت الفريخ وكمان بيكفي في الحلة ان انا اسوي الباقي وحطه تحت الفريخ بعد ما تستوي ومن الحاجات اللي كانت بتسبب لي توطر عصب جدا في الفريخ المحشية يعني وكانت بتسبب لي احراج مع ابو العيال ان لما اقوله النهار ده هنعمل فريخ محشية فحبيب قلبي سن سنانه هيبدأ يأكل بقى فريخ محشية فيتفاجئ ان الفرخة ما شاء الله تبارك الرحمن الحشوة اللي جواها وقعت في اعرى الحلة فبيبقى مش عارف يا حبيبي يعني بيبقى متأسر جدا ببقى هنا علي اجيب له اعرى الحلة عشان بس مش عشان يأكلها لا عشان يتأكد ان انا تعبت وعملت اللي علي وحشيت الفريخ بس الحشوة ما كانش عندها ضمير فوقعت في اعرى الحلة تمام؟ فكررت المرازي ان انا مش اخيب ظنه فيا لا المرازي انا هكتف الفرخة بتاعتي تمام وهجيب خيط وهربط رجلي الفرخة علشان الحشوة ما تقعش في اعرى الحلة يعني من باب الرحمة بزوجي بس شوية ده انه هو حبيب قلبي كان نفسه في فراخ محشية فريك وعايز اقولك كمان لما تيجي تحشي الفرخة ما تحشيش تحت الجلد لا علشان الجلد هيفرقع ممكن وارد انه يفرقع في الحلة فإحشي الزور يعني امدي الزور كعارفة المنبار كده لما بتحشي المنبار تحس كده انه الزور بقى منبارية كده محشي كده وجميل واو يا الفيديو ده قديم بجد نفسي اشتقت للفرخة المحشية فان شاء الله اخذ المصروف واشبرق على العيال وابو العيال واحشي الفرخة ان شاء الله اجيب فرختين صغنانين كده محشيين انا باجيبهم فرخ بلدي بتبقى جميلة كده ومسكرة الفرخة مزدش عن كيلو كيلو خمسين جرام كيلو ميت جرام مزدش عن كده يعني انا ما بحبش الفرخة اللي ملينا لحم كتير مش بحبها بحب ان الوحيد كده يمسك الفرخة كده يقعد يمص مصها كده من الراس للعمق ماشاء الله ماشاء الله والله العظيم يا جماعة انا ريقي نشف قصدي ريقي جري ريقي جري احساس ممتع فعلا اني مش اني مش ان الوحيد يعمل الفرخة لا ان الوحيد يأكلها خضتيني يا سجدة ايه فيلي يا ماما عشان بادابلج بيديو خضتيني اتفضلي حضرتك يا وعدي يا وعدي يا سيدي اهو انا بقى كده عمال احشي في الزور احشي في الزور الفرخة دي انا بتهايلي اني اليوم اللي بعمل فيه فرخ محشية بيبقى يوم عيد يعني يوم عيد فعلا يعني تحس كده ان الفرخة اللي حول ليها ولا قوة يعني تحت دريعي كده ها كان نفسي يا جماعة والله يصورها لكم وانا بكلها يعني كان احساس ممتع جدا وانا بكل في الفرخة وزي ما انت شايفة كده وكتفناها ومن فوق من اجنحيتها بحب اقوي كمان الفرخة المكتفة من الجنيح بيديها قيمة وقار كده تحس ان الفرخة عندها شمخة وقار هنا بقى بسلق الفرخة وبشيل الريم بتاعها لا هنا مش بشيل الريم اه هنا بحط الفريق طبعا مش اكيد مش الكيس بتاع الفريق كله هاحش بالفرختين لا بيبقى 3 اربع الكيس في الحلة يعني بيبقى 3 اربع الفريق في الحلة فبكمل بقى سويه زي ما انتم عارفين طالما هاحش الفريق يبقى هبعملها نص سوى خلاص اللي ببقى في الحلة لا بسويه باخد حبة شربة على الفريق تمام وابدأ ان انا عادي اسوي الفريق بتاعي بحيقها بقى عندك بهاراتك وملحك وكمونك والفلفلك الاصمر مش عارفة الناس اللي ما بتحبش الفلفل الاصمر الكتير في الشربة ازاي قادرين يتعيشوا مع بعض حقيقي بجد احلى حاجة في الدنيا الفلفل الاصود ده انا عاشقة للفلفل الاصود ابلاء سوف ن 부분이OTH الفلفل الكتير على هاذ توواد ما تسود ما له المشكله يعني انا عندكو او او اوه بعمل بقى الملوخيا بعدما غصلتها وخر internally أ انت باظتها على النار عايز اقولك يعني فيه حاجة بخصوص الملوخية الناس كتير جدا تقولك لازم الملوخية بتاعتك تكون نشفة قبل ما تخرطيها بصراحة انا ما بعتمدش على الموضوع ده او سعب بتعمل زي طبقة كده من الريم الفاتح كده على الملوخية زي ما انت شايفة بس بصراحة انا مليش خلق ان انا لسه اسيب الملوخية عشان تنشف بصراحة يعني انا بطبعي لا ما بستنيش لما الملوخية تنشف انا على طول خرطتها خلاص احطها على الشربة اه اطفتها احطها على الشربة وايه وابدأ ان انا اصويها وعادي يعني واذا ما انت شايفة اه حاجة يعني عسلية خلص بندقية قدامك اه في الصينية تستاهل بقك بصراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته